بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه الصورة لطائرة ترش مواد صلبة جزيئات صغيرة صلبة من ثاني أكسيد الكربون طبعا ثاني أكسيد الكربون مادة سامة ولكن لماذا تفعل ذلك؟ الحقيقة أحببت أن أعلق على هذه الصورة هناك ما يسمى بالمطر الصناعي وهذه تسمية خاطئة حيث يفتخر بعض الملحدين يقول نحن استطعنا أن ننزل أمطار صناعية وكأنه هو الذي يصنع المطر وينزله ونستطيع أن ننزل المطر في أي وقت شئنا إذن النبي كما يقول طبعا النبي لا يعلم عندما قال مفاتيح الغيب خمسة ومنها لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله إذن نحن الآن نعلم متى ينزل المطر وبالتالي الحديث هذا النبي غير صادق في دعوته الشئ الثاني الله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون يقول بعض المشككين نحن استطعنا إنزال ماء من السماء في الوقت الذي نريد وضمن ما يسمى بمشروع الأمطار الاصطناعية إذن أين الإعجاز وبالتالي هذا الإله حاش له طبعا لا يعلم أن البشر سيتطورون ويتمكنون من إنزال أمطار اصطناعية إذن القرآن غير صحيح السنة غير صحيحة أو النبي لا يعلم ما يقول وبالتالي هذا الدين غير صحيح دعونا أيها الأحبة أولا ندرس ماذا يحدث في المطر الصناعي الملحد يستغل جهل وضعف وبخاصة الشباب في الضعف العلمي في الجوانب العلمية فينفذون من هذا الباب وبالتالي بعض الناس يتأثرون وربما يشكك أولا أيها الأحبة هذه الطائرة تلوث الجو أولا والأمطار التي تنزل غير صالحة للشرب ملوثة انظروا الله تعالى يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون الماء العذب أأنتم أنزلتموه من المزن المزن هي الغيوم الثقيلة المحملة بالماء هناك غيوم ضعيفة للماء وزنها خفيف هذه أمطارها قليلة إشارة إلى المطر الغزير أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون طيب لنرى الآن كيف تتم عملية انزال المطر الصناعي ونحكم من الذي أنزل المطر أولا جزيئات الكربون هذه أو ثاني أكسيد الكربون أو بعض مركبات مثل يستخدمون ملح الطعام أحيانا كلورس سوديوم يستخدمون مواد أخرى ولكن بالنتيجة كلها تعطيك أمطار غير قابلة للشرب أولا هذه المادة التي يضخها العلماء هنا هذه المادة أيها الأحبة هي من صنع الله الله هو من صنعها لماذا يرش العلماء هذه المادة أو هذه الجسيمات الصلبة فيه على ارتفاع محدد مناسب لتشكل المطر جزيئات الماء أيها الأحبة جزيئات الضباب هذه أو جزيئات الماء الصغيرة جدا قطيرات الماء التي نجدها معلقة في الهواء وترتفع بفعل قانون الكثافة قانون الكثافة الله هو الذي وضعه والماء الذي صعد أصلا من البحر وتبخر الله هو الذي خلقه هذا القانون قانون انجذاب قطيرات الماء نحو هذه الشوائب الله هو الذي خلقه أيضا وهو الذي أوجده الماء له خصائص مذهلة أيها الأحبة أنه عندما يتحول لبخار يصبح أخف من الهواء وبالتالي يصعب للأعلى هذا أيضا القانون الله هو الذي خلقه انظروا سلسلة الماء له خاصية تسمى بالتوتر السطحي هي التي تجعل جزيئات الماء تتماسك حول بعض الشوائب وتلتف وتشكل هذه القطرات تجمع هذه القطيرات أو القطرات وانجذابها لتشكل غيمة قابلة لإنزال المطر هذا القانون الله هو الذي وضعه الكهرباء الموجودة في الجو والتي من دونها لا يمكن أن يتشكل مطر كما تعلمون أو كما يعلم بعض من درس هذا المجال هناك توتر كهرباء فرق في الكهرباء هناك شحنات سالمة موجودة عادة تكون في الغيوم وشحنات موجبة على الأرض هناك فرق في التوتر هذا الفرق يحدث ومضات البرق ومضات البرق أيها الأخبة هي التي تزيد من شخان هذا الجو كهربائيا وتزيد من حركة هذه القطيرات الماء وتساهم في تجمعها ونزولها على شكل أمطار بطريقة عجيبة جدا العلماء لا يتدخلون في كل هذه العمليات العلماء فقط يلوثون البيئة ويرشون هذه الشوائب فقط لأن الأمطار أصلا أيها الأحبة كيف تتشكل الأمطار الحقيقية التي تنزل عندما تتبخر من أسطح البحار هذه المياه على شكل بخارمة تعلق معها ذرات الملح وهذا أحد أو الحكم أن الله خلق ذرات الملح ذرات الملح هذه تعمل كنويات تكثف تتكثف حولها قلنا قطيرات الماء الغبار الموجود في الهواء أيضا يصعد مع بخار الماء هذا بعض الشوائب الموجودة في الهواء تصعد كلها تعمل كنويات تكثف ولولا ذلك لا يحدث المطر أصلا إذن أحبتي في الله ماذا أنزلتم أيها الملحدون فقط ترشون قليلا من الملوثات فتحدث غيمة بقوانين الله وضعها وبخار الله خلقه والملح الذي ترشونه الله خلقه ثم تقولون استطعنا أن ننزل ماء غير قابل للشرب والله يقول لكم أفرأيتم الماء الذي تشربون ماء المطر أيها الأحبة من ميزاته أنه ماء مقطر ماء نقي قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا شيء الثاني أيها الأحبة العلماء حتى الآن لا يستطيعون أن يتنبأوا بموعد نزول الأمطار حقيقة حتى هذه الطريقة أحيانا تنجح وكثيرا ما تفشل غالبا ما تفشل يعني يحاول العلماء إجراء الكثير من التجارب لو كانت هذه الطريقة تنجح سأعطيكم مثال بسيط هناك مثلا مثل دول الخليج دول لو كان بإمكان العلماء إنزال مطر الصناعي لا أنزلوا أمطار صناعية بالعكس رأينا خلال الأعوام السابقة أمطار طبيعية تأتي تنهمر إنهمارا وحتى تغرق الأرض سبحان الله عطاء من الله طب لماذا لم يتوقع علماء الأرصاد بأن هناك أمطار غزيرة ستأتي في يوم كذا إذن لا يعلموا متى ينزل المطر إلا الله إذن النبي لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني الآية الكريمة أأنتم أنزلتموه من المزن أمنحت المنزلون لذلك أيها الأحبة نحن نقول علميا كل من يدعي أن العلماء استطاعوا أن يتنبأوا بموعد نزول الأمطار نقول لهم أعطونا خرائط خرائط دقيقة لموعد نزول المطر لمدة شهر لا يوجد هذا الكلام فقط إذا جاء ملحد ليشككك يعطيني خريطة غدا أين سينزل المطر بدقة نحن نتنبأ بالكسوف ولو بعد عشر سنوات أو مئة سنة هناك خرائط لمئة سنة وأكثر تتنبأ بالكسوف لماذا؟ لأن العملية محسوبة الشمس والقمر بحسبان أما هنا لا يمكن النبي لم يقل لنا لو كان نبي بشرا عاديا لقال مثلا لا يعلم متى يحدث الكسوف إلا الله لا لم يقل ذلك بل قال هي ظاهرة طبيعية إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياتي لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياتي النبي عندما قال لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله هذا الكلام علميا دقيق مئة بالمئة ولو كان هذا الكلام غير صحيح لو وجدنا خرائط تقول لنا يوم كذا سينزل مطر بكمية كذا بقياسات كذا تماما مثل الكسوف خرائط الكسوف تبين لنا في يوم كذا سيحدث كسوف كله في هذه المنطقة منطقة مثلا الشرق الأوسط سيكون كسوف جزئيا منطقة الهند وكذا سيكون كسوف سبعين بالمئة هنا خمسين بالمئة ساعة كذا التوقيد كذا بدقة يعني موضوع معقد جدا نستطيع أن نقول ونختم أيها الأحبة لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله والعلماء لم يتمكنوا من صنع مطر ولا إنزال مطر تمكنوا فقط من رش أملاح وشوائب وجسيمات صلبة قليلة يعني صغيرة جدا يتجمع حولها تتجمع قطيرات الماء وتساعد على تشكل غيما يمكن أن تمطر هذا كل ما في الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأختم بهذا الدعاء أرجو أن يدعو به كل إنسان لديه شك أو يشعر بشك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته